السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتناميدي في سنة الاولى متوسط ولا حتى أولياء التلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة ما كن الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله نعود ونحلوا نموذج آخر لفرض التربية المدنية للفصل الثالث يخي تفاهمنا وقلنا قد ما حلنا الفرض كتر نفس الشي بالنسبة لإختبارات قد ما شاء الله نتحصلوا على علامات جيدة لأنه كنوا شفنا تقريبا جميع الأسئلة ولا كما نقوله بعض الأسئلة اللي تتكرر وهكذا يلا أبنائي بالنسبة للملخص اللي حطيت لكم اللي حب يشوف ملخص الفصل هذا يكتب فقط ملخص تربية المدنية الأستاذ يسمين يخرج لنا الفصل الثالث طبعا ويلا نحلوه الناموذج قلنا هذا نبدأ بالجزء الأول يقول لي عليه 12 نقطة على ضوء ما درست أعرف ما يلي إذن يلا عرف لي رئيس الجمهورية والوزير الأول سهلة جدا أبنائي ما يعني لي نساها ولا إلا غري ذلك نحن نحاود الآن نفهمها السؤال الثاني إملأ الفراغ إذن يلا السلطة ماذا يعني عديد من أنواع السلطة ماذا اللي هي هي الهيئة المختصة بي وسن وعليها ومراقبة أعمال من ويمارس هذه السلطة في الجزائر شكون المتكون من المجلس الشعبي كذا ومجلس إذن هذه رح نشوف وش من السلطة روية هدرها كعليها وفيها بزاف هدرة نفهم إذن يلا السؤال الثالث يقول لي إليك مجموعة من مقويمات ورموز الدولة الجزائرية يخي فهمتكم وقتلكم في الدرس يعني في الملخص لازم نفرق ما بين مقويمات ورموز ماشي كيف كيف إذن يلا قليص النفافي جدول العروبة السلام الوطني الجزائري الدين الإسلامي العملة الوطنية الأمازيغية الوطن الواحد العالم الوطني الجزائري وشعار الجمهورية مفهوم مع تلك الشيء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذا وشنو مع تلك الشعار الجمهورية إذن كل واحدة حنصنفوه في الخان المناسبة له الجزء الثاني اللي هي الوضعية الإدماجية لا ياتم نيقاطي قلي السياق بعد تعرفك على سلطات الدولة الجزائرية طلب منك أحد زملائك أن تتحدث له عن دور السلطة القضائية في الجزائر تسمحنا هذا على السلطة القضائية صح السندات السند الأول قال الله تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ من صورة المائدة السند الثاني النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها ونشر العدل والمساواة بين أفراد المجتمع إذن التعليم أو ما طلب منا انطلاقاً من السياق والسندين الأول والثاني اكتب فقراً من 12 إلى 14 سطر تتحدث فيها لزميلك عن دور السلطة القضائية في الجزائر مع أننا نهضر في الوضعية الإدماجية غير على السلطة القضائية من دخش جاء السلطة الأخرى مفهوم؟ إذن يلا أبنائي نبدأ تصحيح هذا الفرض التعليم مع بعض نبدأ بسؤال الأول والجزء الأول اللي قال لي عرف رئيس الجمهورية والوزير الأول إذن يلا أبنائي تعريف سهل وبسيط نبدأ برئيس الجمهورية إذن ينتخب لمدة خمس سنوات يخيقنا للرئيس في الجزائر كل خمس سنوات نروح ننتخبه سواء نعاود ننتخبه نفس الرئيس يتعجبنا ولا نبدل رئيس آخر إذن كل خمس سنوات يصل الانتخاب على رئاسة الجمهورية يقود السلطة التنفيذية معتها السلطة التنفيذية يقولنا هي اللي تنفذ هو اللي يقودها معتها هو اللي يقول يا إفيها يا لانا من مهامه تعيين الوزير الأول وتعيين أيضا الحكومة طبعا باستشارة الوزير الأول معتها هو اللي يعين الوزير الأول ومع الوزير الأول كيعينه الوزير الأول جسد تحته تحت الرئيس تماما يزيد يعينه مع بعض بعض الحكومة إذن يلا واشح نفهمه من الوزير الأول الوزير الأول هو مستشار رئيس الجمهورية يقولنا هو كما نقولون باللغة العربية يده اليمنى نفهم إذن يترأس الحكومة ما عندها في الحكومة الوزير الأول هو الول بشيجو الوزراء الأخرين وزير التقافة وزير التعليم إلى غير ذلك تلاحظوا باللي الوزير الأول عنده عدة مهامات مثلا يخرج في المحافل الدولية يقدر كما احنا نقول يروح بلاستر رئيس رئيس الجمهورية مثلا عنده شغال ولا إلى غير ذلك يقدر الوزير الأول يروح بلاستر مفهوم طبعا كذلك الحكومة وش كما احنا نقول ياخد منها القرارات يطلحهم رئيس الجمهورية وهكذا يعني عنده العديد من الأدوار يلا هذا بالنسبة إلى السؤال الأول السؤال الثاني قال لي املأ الفراغ يلا على وشنه هي لا احنا هضروا لهنا احنا هضروا على السلطة التشريعية إذن السلطة التشريعية هي الهيئة المختصة بتقرير وسن القوانين والمصادقات عليها ومراقبة أعمال حكومة ويمارس هذه السلطة في الجزائر البرلمان حاليا والمتكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إذن قولوا استاذ كيفاش فقطي باليرانان نهضروا على السلطة التشريعية ومناش نهضروا على السلطة التنفيذية ولا على السلطة القضائية إذن شوفوا السن السن معنته هو اللي السن أو تقرير معنته هو اللي يدير لي القوانين هو اللي يختارع ما حبيتوش ما خرجتلكمش ولا ما تختلكمش في رسكم سن معنته هو اللي يختارع القوانين هي السلطة التشريعية هي اللي تصادق عليها شوف إذا تعجبها إذا ما تعجبهاش تزيد كما نقوله تطور منها تراقب أيضا أعمال الحكومة شوف الحكومة إذا تخدم واسمه الحاليا واسمها البرلمان يتكون البرلمان من ماذا من قلنا زوج غرف اللي هي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يلا هذا بالنسبة إلى مل الفراغات الثالث أبنائي نعطيكم فقط باش تفهموا رمز معنتها ما ترمز إليه الدولة الجزائرية باش نقولكم مثلا نعطيكم فرق ما بين الدولة الجزائرية ودولة تونسية الرمز معنتها هذا يعطيني بلي دولة جزائرية ورمز آخر يعطيني بلي هذا رمز معنتها حاجة توريلي بلي هذه الدولة وهذه الدولة أما مقويمات جاية من كلمة قامة على ماذا تقوم الدولة الجزائرية معنتها لو كانت تروح لها لا تسمى دولة جزائرية ناخد مثال كما نقولكم العروبة العروبة أبنائي من مقاومات الدولة الجزائرية ولا هوية الدولة الجزائرية معتها لو كان تروح للعروبة خلاص نفس الشيء الأمازيغية نفس الشيء بالنسبة للدين الإسلامي والوطن الواحد معتها هادو لو كان يروحوا خلاص ما قداش نقول عليها بلي دولة جزائرية على العكس من الجهة المقابلة رموز معتها اللي تبيني بليرا كيف تزير ما كيش في بلاد آخر عندنا مثلا العملة الوطنية الجزائرية هنا تبيني بليرا كيف الجزائر عندي مثلا العلم الشعر قلنا الشعر أو الخاتم نفس الشيء قلنا من رموز الدولة الجزائرية السلام الوطني الجزائري مفهوم إذن هذه كلها من رموز الدولة الجزائرية هكذا نخدم كم احنا نقوله نخدم بالذكاء بالنسبة إلى الوضعية الإدماجية أبنائي قال لي هادر لي على السلطة القضائية نعطيكم شوفوا دوما وشو نقولكم الوضعية الإدماجية تعموات الحفظ كما هي كما الوضعية الإدماجية على اللغة العربية عندي مقدمة عدوة خاتمة قل الأستاذة تلفت لك المقدمة نهضرها على شكل سياق نقول بعد تعرفي على السلطات الدولة الجزائرية طلب مني أحد زملائي أن أتحدث له عن دور السلطة القضائية في الجزائر فما هو دورها وما هي مفهوم قلت لكم من الأحسن أنكم تكملوا المقدمة تعكم بسؤال يالله ندخلوا في صلب الموضوع اللي هي العرض العرض التي أتاكم أبنائي لازم يكون فيه كلش كلش بمعنى كلش عرفوا السلطة القضائية نقول السلطة القضائية مهمتها حماية القوانين وتطبيق الواجبات والفصل بين المتخاصمين ولها تلت هياكل ولا تلت محاكم وكل محكمة أبنائي نعرفها يعني وضعي إدماجية وقال لي طناشن سطر أنا كما نعرفها كيفاش نحق طناشن سطر على الأقل إذن أنا عرف المحكمة العليا وشنو هي أنا عرف المجلس القضائي وشنو هو والمحكمة الإبتدائية وشنو هو مفهوم إذن خلاص يعني عرفتها له عطيت له الدور التحائيلة غير ذلك إذن في الخاتمة نحب أني نختمها نختمها بقول الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون نقول بما أنه نحن دولة مسلمة فالحكم يكون في السلطة القضائية طبعا تحكم بما أنزله الله سبحانه وتعالى يعني هذه خاتمة باش تساعدني في الموضوع التعي مفهوم أبنائي إذن هذا كان بالنسبة لفرض الفصل الثالث للأولى متوسط في التربية المدنية كالعادة لي عنده سؤال لايسي فساري خليوا لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم اتوفيق إن شاء الله